اشتركوا في القناة منوها باهمية زيارة جلالته ايده الله الى المملكة الاردنية الهاشمية على صعيد تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ثم اكد المجلس على همية المباحثات الرسمية التي اجرها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع اخيه فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة منوها المجلس بنتائج زيارة جلالته ايده الله الى جمهورية مصر العربية على صعيد تحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والامني بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقليمية لصالح شعوب المنطقة بعد ذلك تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ امر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الاضرار الناتجة عن تجمع مياه الامطار وتعويض المتضررين وتوجيه سموه كذلك بحصر المناطق التي شهدت تجمعا لمياه الامطار واخضاعها لبرامج التطوير على سعيد البنية التحتية وشبكات تصريف المياه وضمان ان تكون بالمعايير والكفاءة اللازمة للاستجابة لمختلف الظروف في هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بشأن الجهود التي قامت بها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع موجة الامطار التي تعرضت لها مملكة البحرين حيث اشد المجلس بهذه الجهود ومتسمت به من سرعة الاستجابة في التعامل مع تجمعات الامطار ثم تابع المجلس الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التسرب في احد خزانة النفط التابعة لشركة بابكو للتكرير وفق معايير الامن والسلامة واطلع المجلس في هذا الصدد على التقرير المرفوع من سعادة وزير النفط والبيئة كما تابع المجلس في الاطار ذاته سير العملية التعليمية في ضوء الانتقال مؤقتا الى نظام التعلم عن بعد عبر المنصة الرقمية في بعض المؤسسات التعليمية وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن استمرار العملية التعليمية بكل سلاسة بعد ذلك قرر المجلس ما يلي الموافقة على المذكرات التالية مذكرات اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنفيذ مشروع مبنى العيادات الخاصة بمجمع السلمانية الطبي بالتعاون مع القطاع الخاص مذكرات اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في الاجتماع الوزري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى دولة فلسطين الشقيقة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي نتائج المشاركة في مؤتمر محيطنا نتائج المشاركة في اعمال الاجتماع السنوي الرابع عشر للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة نتائج المشاركة في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي